اهلا بكم قبيل ساعات من انطلاق احتفالات حياء روسيا اليوم النصر في ذكرى الانتصار على النازية عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين نقلت وكالة انترفاكس عن نائب رئيس الوزراء الروسي قوله بان روسيا تطور صواريخ من جيل جديد تفوق سرعتها سرعة الصوت لشن ضربات جوية وبرية وبحرية مؤكدا بان لدى بلادي مخزونا كافيا من الصواريخ والذخائر عالية الدقة الاسلحة التي تخترق جذر الصوت عبارة عن صواريخ يمكنها الانطلاق بسرعة خمسة مخة اي اسرع خمسة مرات من سرعة الصوت على الاقل وهو ما يعني ان بامكانه اجتياز ميل في الثانية الواحدة تتميز عن الصواريخ العادية بانها جمعت بين السرعة الخارقة والقدرة على المناورة وضرب وتدمير اهداف بعيدة المدى وفي الوقت الحالي يجري تطوير نوعين من الاسلحة فرط صوتية الاول الصواريخ الجوال المزودة بمحركات نفاثة تدفعها لاجتياز سرعة الصوت والاخر الرؤوس الحربية فرط صوتية التي يمكن اطلاقها من مقاتلات تعتبر الصواريخ الخارقة لجدار الصوت مختلفة وذلك لانها تعتمد على الاطلاق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي اي اعلى من الصواريخ الباليستية التقليدية ثم تنفصل منها الرأس الحربي فرط الصوتية بسرعة هائلة نحو مستوية ادنى الى الاهداف المحددة ويمكن لهذا النوع من الصواريخ حمل رؤوس نووية او رأس حربي تقليدي ينطلق بسرعات هائلة لتدمير اهداف بدقة شديدة دون الحاجة لوقود دافع بل باستخدام الطاقة الحركية فقط ميزة اخرى للصواريخ فرط صوتية فهي لا يمكن توقيفها حيث لا توجد انظمة دفاع جوية حاليا لها القدرة على التصدي لتلك الاسلحة السريعة والمتطورة تضفل حرب الدائرة في اوكرانيا همية خاصة على عيد الناصر الذي تحتفل فيه روسيا بهزيمة نازية حيث اشارت تقارير صحفية الى ان الادارة الامريكية وحلفاء في الغرب اتخذوا تدابير استباقية استعدادا لما اعتبروه مفاجآت قد يخرج بها الرئيس فلاديمير بوتن في خطابه المرتقب حيث تصف موسكو تحركاتها في اوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي لان عملية عسكرية خاصة لنزع اسلاح كيف وتخليصها ممن تصفون بالنازيين مما يؤجج مخوف كيف من اتخاذ بوتن لقرارات حاسمة في هذه المناسبة احتفال روسيا بعيد النصر هذا العام يأتي تزامنا مع حربها في اوكرانيا الامر الذي دفع روسيا الى استخدام طائراتها المسمى بيوم القيامة في العرض العسكري بهذه المناسبة كاشارة للغربي ولأوكرانيا فماذا لو ضغط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على زناد السلاح النووي اين سيذهب؟ في هذا العرض نجيب عن السؤال الذي يفرضه واقعا كارثيا انها الحرب الكونية الثالثة تكتسي طابعا نوويا سيناريو قاتم ترد تتحذير منه في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر لكن اين سيذهب الرئيس فلاديمير بوتن اذا ضغط يوما على زناد السلاح النووي هنا يأتي دور طائرة اليوشن إيل ثمانين المعروفة باسم يوم القيامة والتي تتخذ من قاعدة تشكالوفيسكي العسكرية في موسكو مقران لها يعود ظهور الطائرة للمرة الأولى إلى عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين قبل أن تشهد على تحديث عام الفين وثمانية بالنظر إلى مواصفاتها يمتد طولها ستين مترا أما جناحها فيبلغ ثمانية واربعين مترا بهذه الأبعاد تستطيع طائرة يوم القيامة الروسية التحليق بسرعة تناهز ثمانمائة وخمسين كيلو مترا في الساعة بمدى يصل إلى ثلاثة ألاف وستمائة كيلو متر الطائرة المسممة لتكون محصنة نوويا قادرة على حمل الرئيس لأيام من دون الحاجة للهبوط عبر إعادة تزود بالوقود في منتصف الرحلة يحدث ذلك عبر كابسولتين كبيرتين مدمجتين أسفل جناحيها كل منهما تحمل محركا توربينيا يعمل مصدر إمداد للطاقة وبذلك تمنح بوط فرصة إدارة البلاد من موقع قيادة محمول جوا يوم القيامة مصممة خصيصا ليوم تحمل اسمه فهي لا تحتوي على نوافذ باستثناء قمرة القيادة والسبب تحصينها من النبضات الكهرومغناطسية نووية من الأبواب لا تملك يوم القيامة سوى واحد بخلاف الأربعة المعتادة أما بنيتها الهيكلية فتضم مستشعرات وأجهزة رصد تؤهلها لرصد المعلومات وجمعها بالتنسيق مع وحدات مراقبة وستطلاع تتوزع أرضا وجوا وبحرا اليوم تملك موسكو أربعة منها لكنها لا ترغب في أن يأتي يوم استخدامها